هي نجمة كبيرة اتقلقت في فترة السبعينات بصوتها العزب من عائلة فنية كبيرة جدا والدتها هي المطربة الشعبية فاطمة سرحان والدها هو المطرب الشعب الشهير عطية إسماعيل خالها هو الفنان الكبير شكر سرحان والفنان صراح سرحان والفنان سامي سرحان المطربة سوزان عطية اتولدت في 19 إبريل سنة 1952 في مركز باسيوم بمحافظة الغربية بمصر اسمها الحقيق سوزان عطية إسماعيل فهمي انتقلت سوزان مع أسرتها وهي عندها عشر سنين للقاهرة وأقامت الأسرة في حي الرواعي ومنه انتقلت الأقامة في حي السيدة زينب اتعلقت سوزان بالموسيقى بحكم طبيعة عمل والدها والدتها والتحكت بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية وبعد انتهاء المرحلة السنوية التحكت على الفور بمعهد الموسيقى العربية واتخرجت من المعهد وكمان حصلت على درجة الدكتوراه في الأصوات الوطرية اعتمت سوزان على نفسها من أجل أن يعرفها الجمهور وقدمت في برنامج جديد في جديد وكان برعاية الملاحن الروح البلغ حمدي وأرادت أن تكون بعد موهبتها زيها زي أي شخص بيبدأ طريقة اعتماد سوزان على غناء أشهر أغاني سيدة الغناء العربي أم كلسوم وكذلك أغاني العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ أحبها الجمهور وحصلت على شهرة كبيرة في الوطن العربي ومن أهم أغانيها الدنيا بخير وأتحداك وألصابان عليها ولسه فاكر وعادل أمل وزي منتا وليلة في العمر وشايف غرامك ومستغربين وتعلالي ونجيلك وموافقة وشايف غرامك وفي سنة 1980 وقعت الحرب بين إيران والعراق اللي استمرت حوالي 8 سنين انتهت سنة 1988 وتقلقت موهبت سوزان عاطية في الوقت ده وحرست على عمل عدة أغاني وطنية لمسندة العراق كانت كل الدول العربية بتسند العراق في حربها سواء مديا أو معنويا وكان من أجمل مقدم الفنانين عمل فني بيعلن عن مسندتهم وهذا ما فعلته سوزان عاطية في بداية طريقها الفني كان أبرز ما قدمته أغنية وطنية قدمتها للرئيس الراحل صدام حسين وكانت عبورة على رسالة متحل شجعته وبسلته في الدفاع عن وطنه تزوجت الفنانة سوزان عاطية من رجل الأعمال هشام العربي وانجبت منه أولادها السلاسة هاجر وصارة وعمر وزوجها ليس له علاقة بالوسط الفني لكنه تجمع صداقة قوية مع الفنانة السورية أصالة نصري بعد حصولها على درجة الدكتوراه وفي سنة 1992 وفعز تقلقها أعلنت سوزان عاطية اعتزالها الغناء تماما ومنذ ذلك الوقت لم تظهر في أي وسيلة إعلامية وتقول عن حجابها نداني داع الإمام في تاخلي بإنما أنا في المجد الزائف الذي أضع حياة كسرين من المشاهير قبلي قام سوزان بتدريس الترتيل والتجويد بمسجد بلال ابن رباح ومسجد الفتح لكن مؤخرا فجأتنا الفنانة لطيفة تونسية واللي بتجمع صداقة بالمطربة سوزان عاطية بنشر صورة لسوزان من حفل زفاب بنتها وهي بترتدي الحجاب على حسابها الشخصي على مواقع انستجرام وظهر سوزان عاطية جميلة متقلقة لم تختلف ملامحها كثيرا ولا يؤثر الزمن على ملامحها وجهت الفنانة رطيفة تهنئة لصديقتها بزفاب بنتها مطعها الله بدوام الصحة لحد هنا أكون خلصت الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك واتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشعارات أسيبكم فرعات الله وقمنوا وحفظوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته